الشيخ محمد حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته سؤالي يا شيخ حول الجلود فنريد أن توضح لنا حفظه الله ما هو الضابط في استخدام الجلود الجلود؟ الجلود جلود؟ اي نعم جلود ايش؟ جلود الحيوانات تشفى عاما يا شيخ لأنه يوجد في الأسواق الآن بعض الأشياء بشموعة من الجلود فالإنسان يتحرج ويسألون كثيرا من الناس هل يوجود استخدامها أو شرافة هذه الأمور يا شيخ فنريد أن توضح لنا حفظه الله ما هو الضابط في استخدامه من المعلومة أن الجلود الموجودة في السوق هي جلود مدبوعة جلود مدبوعة والجلود المدبوعة عند كثير من العلماء طاهرة حتى وإن كان من حيوان النجس فهي طاهرة والصحيح أنها ليست في طاهرة إذا كانت من حيوان نجس لأن نجس العين لا يطهر ولو غسل دماء البحر أما إذا كانت الجلود مما هو مباح الأكل ولكن لا تده أنت هل هي جلود جلود مدبوعة أو ميتة فلا يهم أنك لأن حتى ولو كانت جلود ميتة أو جلود حيوان مدبوعة على غير الطريقة الإسلامية فإنها إذا دبعت تكون طاهرة مثل بعض الفراء تكون مبطنة بجلد من جلود الضعن الصغار فنقول إيه بس ولا حرج عليه حتى لو فرض أنها من ميتة أو فرض أنها مما ذكي ذكاتا غير شرعية لأنه إذا دبع فإنه يطهر قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبع فقد طهر ومر بشاة يجبونها لميمونة فقال هلأ أخذتم إهابها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إذا دبع الإهاب فقد طهر نعم حفظك الله أنت قلت حفظك الله الحواني نجس كل وغير ما كل لحب أتبر نجس يا شيخ نعم كل ما لألوك فهو نجس نعم أما في الحياة ففيه تبصير الهرة وشبهها طاهرة إلا بولها وعذرتها ودمها أيضا وأما السباء التي ليست مما يطوف علينا ويكثر تلدوها علينا فهي نجس نعم